بخطا ثابتة وواثقة يمشي عادل ذو السابعة عشر ربيعا ثبات بعد ترنح في الشارع دام أزيد من ثلاث سنوات واثقة لم يكن ليستعيدها في نفسه لولا الجمعية المغربية لمساعدة الأطفال في وضعية غير مستقرة التي كانت سبيل الخلاص من إدمانه على المخدرات كيفية حاجة بنت لي مخدرات ونحاول نستعملها نحاول بأي طريقة أن نصل لها ومع ذلك الدارة يتعني يزعمونها في مكان كبير في ودائجة يطلقني قلبية كيفية تشيف في طارد وقالت عنده يدى يدى يقول لي راح تدرني سردت السرع واداك شيء وقالت لي مخدرات واداك شيء يطلقني لك الدير وكانت لي عنده في حالة ما ديرت حاجة كنت نحس بالضياع والتشرود وجسد ماشي ديالي في هذا الحصان ربما يجد عادل حنن أسرته المفقود أم لا يراها كثيرا لانشغالها في توفير لقمة العيش لأشقائه السبع الصغار وأب لم يراه ولم يسمع عنه أبدا وفي خيمة السرك المنصوبة بمقر الجمعية يجد عادل متنفسه لتفريغ طاقته واستعادة كفاءته البدنية وثقته بنفسه ويجيت هنا قد راحت ذاك شارت سبعت السبورة ديجا كتلعب على الخيل أنا التخصص ديالي في ماشي نواعات تعلمشي شوي الحركات مازال ما مزيرا مش وكان نشط مع الدراري عادي كان دير شوط مو أقربات في الصباح كان تريني وعادي في الشابات وهذا في المساحة الكاملة قدر لك يلعبوه واحد الإنسان اللي كيبان يعني فعلا تصغير دائما حاضر عنده واحد الإرادة واحد العازمة باش يوصل لذلك الشي اللي كي يطمح له وحنا أنا يا فرمدرسة كنعاونه باش يوصل ذلك الشي اللي اللي بغي ويوصل له بعد رعاية صحية واجتماعية ودعم نفسي وتربوي يتثوق عادي لرفقة رفاق در به طعم الحياة بعدما ذاق مرارة الضياع والظلم والحرمان أنا صار حات بدلت بزاف من ناحية كوش من ناحية وليش عندي الآمان وليش بزاف طموحات وليش عندي بزاف نكونت أنا أسرة ديالي ونعاون خوتين عاونش حامل حاجة ونهز راسي ونقدر راسي محت في هذه الحياة آناية ونجوج ونديل ولدة ديالي ونكون مشامع ديالي يكون مزيان صارت لعادل الذي التحق بالجمعية وعمره لم يتجاوز تسع سنوات حياة بتفاصيل جديدة عما عاشه بالأمس القريب عوض المخدرات التي نخرت جسده وروحها صار له اليوم أصدقاء جدد وقيثارة يبني بها ذوقه ويستشرف على إيقاع أنغامها مستقبلا مشرقا